السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكركم عصر جمعة ساعة الاستجابة سوف تكثر الوصايا والنصايح والإرشادات لكن أخبرك بأمر جامع في هذا الوقت الثمين والكنز العظيم إلزم من الآن إلى الغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلزمها وكررها وتدبر وإن توضعت فأحسن حتى لو كنت في المكتب أو في بيتك أو في المزرعة أو في الصحراء استقبل قبلة وإذا كنت متوظيف أفضل وإن لم تستطع فسبح الله على أي هيئة قائما وقاعدا وماشيا في السيارة في الطيارة في السفينة في المزرعة في الشركة في المكتب في البيت لكن وصية لك إلزم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وترك الاتصال وترك الواتس وترك الاجتماعات والسواليف أوقاتنا كلها راحة للدنيا هذه الساعة ثمينة جدا جدا أقسم كثير من العلماء ما دعوت الله في ساعة الاستجابة يعصر الجبع إلا أتت الإجابة مثل فلك الصبح ألزم إلى الغروب لأنه سوف يكفيك الله في الأدعية أعرف أن في ذهنك أدعية وتريد ذرية وقضاء دين وبيت ووظيفة وشفاء وعافية وغير ذلك سوف يجمعها الله لك في حديث حسنه بعضها العلم من شغله تراءة القرآن وذكري عن مسألة يعطيته أفضل معطي السائلين وهذا يشمل الدعاء ترى ويشمل المسألة ويشأل من الذكر وهو تاج الأذكار قال عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون قبري لا إله لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ألزمها إلى الغروب صلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم